بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الآلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامجكم التريند برنامج سوشيال ميديا مهتم بكل كبيرة وصغيرة لجماهير النادي الآلي في كل مكان في مصر وفي الوطن العرب وفي كل بقعة من بقاع الدنيا جماهير النادي الآلي العظيمة اللي بالتأكيد لها تفاعل كبير عبر السوشيال ميديا مننا هنا عبر شاشة قناة الآلي ومن خلالكم من خلال تفاعلاتكم سواء عبر صفحات القناة الرسمية عبر الفيسبوك أو تويتر أو حتى انستجرام دايماً إحنا معاكم وهنكون مرآة لكم في كل الأوقات حتى القضايا اللي ممكن تناقشوها عنوضح لكم بالضبط الحقيقة فين والترند هل صحيح ولا فيه حد بيعلي عليه وممكن يكون ليه غرض ما عشان ما يصيرش أي بلبلة في الرأي العام حالة النهاردة فيها مفاجآت وفيها معلومات وفيها نقاط مهمة جداً لأنه خلاص ابتدى التواصل بيننا وبين جماهير النادي الآلي عبر السوشيال ميديا أي شيء موجود لجماهير النادي الآلي ببوست تويتر صورة فيديو هنقوم من خلالكم هنا بنقرضها حتى المعلومة هنكون معاكم حتى السؤال هنشاركه حتى الإجابات على استفساراتها اللي احنا ممكن نضعها على الصفحة هتكونوا معنا وتجاوبوها وفي نفس الوقت هنعرض كل مشاركاتكم معنا ونشوف إجاباتكم على كل الاستفسارات اللي ممكن نترحها في سؤال كل حلقة وقبل حلقة بوقت ممكن إن شاء الله تشاركوا معنا فيه وناخد أبرز الإجابات وبالتأكيد بيبقى فيها أيضاً كمان بعض المعلومات المميزة لأنه دايماً جمهور النادي الآلي جمهور واعي جداً وعارف مصلحة ندي ودايماً بيشارك معنا بشكل رائع ومتميز شاركوا معنا عبر هاشتاج الترند اللي موجود من خلال كل صفحات القناة الرسمية عبر السوشيال ميديا وكمان عايزينكم تجاوبوا معنا على السؤال النهاردة اللي احنا طرحناه عبر السوشيال ميديا عبر فيسبوك وعبر تويتر وإنستجرام والسؤال لإعلاقة من الفرق أو من الفريق اللي ممكن يكون الأوفر حظاً بعد عودة نظام الزهاب والقياب لبطول الدورة عبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة الفترة الأخيرة ممكن احنا لاحظنا إن البعض ممكن بيقول استطلاعات رأي وقراء لو المباراة محيدة لكن دلوقتي المباراة رجعت للنظام القديم نظام الزهاب والقياب طيب جمهور النادي الأهلي أو الجماهير المصرية بشكل عام والعربية والمغربية أيضاً تشارك معنا عبر هذا السؤال وتقول من الفريق اللي ممكن يكون الأوفر حظاً أداءه ممكن يكون بيساعد في فكرة الزهاب والقياب أداءه التكتيكي أداءه الفني أداءه المهاري التاريخ والحظ كمان ممكن بيكون بيساند من الفريق اللي ممكن نظام الزهاب والقياب بيساعده إن هو يقدر يطلع بنتيجة أفضل قبل المباراة النهائية على المستوى الشخص وعلى المستوى الإعلام طبعاً كلنا من نتمنى لدي الآن لكن هنشوف استطلاعات الرأي ونشوف الناس لابد شارك معنا الرؤية ومشاركات الجماهير معنا رايحة في أي اتجاه شاركوا معنا في إيجابة هذا السؤال وفي نهاية الحلقة إن شاء الله هنعرض كل مشاركاتكم وفي ظرف ساعتين في إيجابات وفي تفاعل كبير جداً على هذا السؤال من خلال صفحات القناة الرسمية لكن معنا النهاردة تلات تريندات تريند أهلي وتريند محلي وتريند عالمي وفاكرة سكايب إن شاء الله هتكون مفاجأة لكل المشاهدين فيها معلومات كثيرة جداً وإن شاء الله بنحضر لكم فيها مفاجآت رائعة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهل لكن بسرعة نروح لعنوين الحلقة وتلات تريندات النهاردة اللي هنتكلم فيهم أهلي ومحلي وعالمي في تريند الأهلي الأهلي يطلب مواجهة الوداد على استاد القاهرة أما التريند المحلي الدوري المصري يعود غداً وفي التريند العالمي نجوم الرياضة يتضامنون مع لبنان عنوين فيها تنوع وبنركز على تفاصيل صغيرة لكن بالآخر بنجيب الملخص اللي موجود عبر السوشيال ميديا عشان نوجهه لكل المشاهدين ولكل المشاركين معنا عشان نتكلم سواء بالنسبة للأهلي أو المحلي أو بالنسبة للعالم وبالتأكيد فيه تضامن كبير جداً من كل نجوم الرياضة سواء كرة القدم أو النجوم للعاب الأخرى مع الشعب اللبناني والحادث بالتأكيد اللي كان بالأمس ألمنا جميعاً وكلنا بالتأكيد بنقدم التعازي والتضامن مع كل الشعب اللبناني ومع دولة لبنان بالتأكيد خلال الفترة القادمة لكن في الفقرة الأولى دايماً معودينكم معنا في حاجة اسمها ترند الترند ترند الترند دي معلومة حصرية ما تقاليتش قبل كده وفي نفس الوقت ممكن تكون في قضية بنوضح الصورة للرأي العام بشكل خاص ولجمهور النادي الأهلي تحديداً بالنسبة للمرحلة القادمة طيب من الأمس للنهاردة كان ترند الترند متعلق بنجم كبير كلنا بالتأكيد بنتمنى أن يكون معنا الفترة الجاية إن شاء الله لأنه أحد النجوم البارزين والصاعدين في الفترة الأخيرة ونتمنى له يا رب مستقبل كبير جداً مع النادي الأهلي الكابتن رمضان صبحي ترند الترند هنا أيوضح تفاصيل ومعلومات خاصة بهذا الموضوع لأن الكيس ده تحديداً على مستوى العالم فيه تفاصيل وبتختلف فيه الرؤى ما بين اتحاد والتحاد ونادي وآخر وقرة وأخرى بشكل عام الاتحاد الدولي فيفا لكورة القدم أوصى وليس قرر أوصى إن أي لعب عقده بينتهي سواء عارة أو عقده بشكل عام من الممكن بعد الاتفاق مع اللاعب أو ناديه الآخر الأصلي اللي بيتم عارته من خلاله يتم اتفاق ودي لاستمرار الفترة القادمة حتى نهاية الموسم إذا كان اللاعب بيلعب في دوري لم ينتهي الموسم اللي بيشارك فيه حتى هذه اللحظة الكيس هنا متعلقة برمضان صبحي كابتن سيدة بن حافظ مبارح كان قال كلام مهم جدا ومحتاجين نشرح للناس تفاصيل صغيرة بمعنى إيه؟ لازم يكون في اتفاق بين الأهلي وهيدرسفيلد الإنجليزي ورمضان صبحي على استمرار ومد الأعارة حتى نهاية الموسم المحلي والإفريقي في مصر طيب إذا كان لسه فيه اتفاقات أو بيتم بعض الاتصالات في الفترة الحالية عشان الناس تعرف الفترة الجاية ممكن يحصل فيها أنا هتكلم بالشكل القانوني أو الشكل اللائحي بعد الاتصال بعدد من المسؤولين سواء في اتحاد القرى أو حتى كمان استطلعت أراء بعد الناس اللي موجودين في لجنة شؤوني اللي يقابين بالاتحاد الدولي وتحديدا غرفة المنازعات لأن هنا الكلام بيبقى مهم جدا ولازم نشرح لجمهورنا التفاصيل الدقيقة في هذا الأبر في نقطة غيبة على الناس ولازم الناس تاخد بالها من الموضوع ده الفترة الجاية حتى الإعارة لو انتهت بنهاية تلاتين ستة عشان اللعيب يعود إلى نديه الأصلي لازم يكون الترانسفير ماركت فترة القيد في مصر متطبقة مع فترة القيد في إنجلترا طيب هل الفترتين متطبقين بنفس الموعيد؟ لا فبالتالي حتى إذا تم الاتفاق أنا بكلم بشكل عام في المعلومة حتى إذا تم الاتفاق على نهاية الإعارة بتلاتين ستة هنا لو هيدرسفيلد طلب البطاقة النادي الأهل مش هقدر يرسل البطاقة لأن اتحاد القرى في مصر ما زال فترة القيد أو موعيد القيد مغلقة ما فيش موعيد جديدة اللي كان منشور في يلا قرى بخصوص القيد ده كان متعلق ب2019 الفيفا لسه ما قررش موعيد القيد بالنسبة لمصر خلال الفترة القادمة لأن الدوري لسه هيبدأ من بكرة ولسه مش عارفين نهاية الدوري إمتى عشان تفتح القيد قبل نهاية المسابقة بشهر طيب في إنجلترا القيد هيكون موجود على السيستم من إمتى؟ أو تقدر تبعد بطاقة أو تسجل من إمتى؟ من 27 سبعة اللي هو خلاص بدأ من حوالي أسبوع إلى 16 أكتوبر هل لغاية 16 أكتوبر هيكون القيد في مصر؟ بدأ ولا ما بدأش؟ محدش عنده أجابة طيب حل الموضوع عندي مين؟ هذا الأمر تقرر في بعض الدوريات وفي دول أخرى هنا الأمر بيكون متعلق باتحاد قرة القدم المصري بيطلع منشور لكل أنديت الدوري المصري إن أي لعيب إعارته هتنتهي بعد 36 يقدر يكمل المسلم بتاعه بعد الاتفاق مع اللاعب خلال الفترة القادمة اتحاد الكورة إذا اتخذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة زي ما في دول خلط هذا القرار زي المغرب زي السعودية زي الدول اللي بتكمل مسابقتها لغاية اللحظة دي هنا بيضمن مصلحة النادي التابع لي ومصلحة اللاعب المعار اللي بيلعب في هذا النادي اللي الدوري بتاعه لسه ما انتهاش هنا أنت هيكون معاك يعني دور رئيسي لاتحاد الكورة بيأكد فيه على معلومة إن اللاعب المعار بيكمل لغاية نهاية الموسم المحلي والإفريق نفس الأمر بيتقرر في المغرب عندك محمد الناهيري اللاعب نادي الوداد الزهير الأيمن عاد انتهى لكن طلع قرار من الاتحاد المغربي اللاعب اللي عاد انتهى أو اللاعب المعار ده هنا بقى منشور رسمي من الاتحاد المحلي عشان يضمن مصالح النادي واللاعب فبالتالي بيقدر يكمل حتى نهاية أرض كل ده متعلق في إطار عام أنا بتكلم في إطار عام أكيد فيه اتصالات بتتم في الفترة الحالية بين النادي الآلي ونادي هيدرسفيلد ومع رمضان صبحي أصلاً كمان في فكرة إن المفاوضات إن شاء الله يعني خلاص دخلة في مراحل متقدمة وإن شاء الله رمضان هيكون لاعب في صفوف الآلي خلال الفترة القادمة دي نقطة كابتن سايد أكد عليها مبارح وكابتن نقطة مهمة جداً وإن شاء الله ما يكونش فيها أي جدل إن رمضان صبحي يكون لاعب في صفوف النادي الأهلي لكن هي الجزئية المهمة حتى إذا ما تمش الاتفاق والأعارة نهايتها تلاتين ستة أنا مش هقدر أبعة البطاقة لأن الترانسفيرا عندي لسه مغلق وفي إنجلترا آخر يوم الله أعلم وقتها هنا الترانسفيرا هيكون بدأ ولا ما بدأش فبالتالي كلنا رايحين في اتجاه الاتفاق الوددي وفي النهاية مش هيكون فيه أي أزمة كان لازم نشرح للناس الجزئية دي عشان نازم الناس تعرف إن فيه فرق ما بين موعيد القيد في مصر مع موعيد القيد في إنجلترا وإن شاء الله المفاوضات خلال مراحل متقدمة الفترة الجاية هتكون في صالح النادي الأهلي ويحتفظ به نجم المتقلق رمضان صبحي كأحد الدعام الأساسية في صفوف فريق النادي الأهلي نخرج إلى فاصل ثم نواصل اشتركوا في القناة